السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله درسنا اليوم نستكمل الحيوانات اللافقرية نقول ما بعض الحيوانات اللافقرية في درسنا الماضي خدنا الحيوانات الفقرية وقلنا هي الحيوانات اللي لها عمود فقرية اليوم إن شاء الله بناخذ الحيوانات اللافقرية لكن معنا في البداية نسترجع التقسيم كيف صنف العلماء الحيوانات كيف قسموها قسموا الحيوانات إلى مجموعتين المجموعة الأولى نقول لها حيوانات إيش تزين حيوانات فقرية والمجموعة الثانية قالوا لها حيوانات لا فقرية وش الفرق بين الحيوانات الفقرية واللا فقرية تزين الحيوانات الفقرية لها عمود فقري لها عمود فقري ولها عظام أما الحيوانات اللافقرية الحيوانات ليس لها عمود فقري طيب تعرفنا على الحيوانات الفقرية وقلنا مثل ماذا مثل الأسماك تعيش في الماء وتتنفس بواسطة الخياشيم وتتكاثر بواسطة البيض قلنا بعد عندنا البرمائيات حيوانات تعيش في الماء وتعيش في اليابسة لكن تبدأ حياتها تبيض وين تبيض في الماء مثل الضفدع مثل السلمندر هذه حيوانات تبدأ حياتها في الموية تبيض في الموية وبعد ما يفقس البيض تبدأ تعيش مرحلة حياتها بدايتها في الماء بعد إذا كبرت أعضاءها وكبر جسمها تبدأ تعيش في الماء وفي اليابسة تحتاج أنها تعيش حول مياه حول بيرك طيب أيضاً أخذنا الزواحف وقلنا في الزواحف جسمها يغطيه الجلد الجاف الحراشف أيضاً تتكاثر بواسطة البيض فالسلحفاء والتمساح من الحيوانات الزاحفة تبيض في اليابسة حتى لو كانت تروح في الماء إلا أن بداية حياتها تكون في اليابسة أخذنا بعد كذا الثديات وقلنا بالثديات حيوانات تتكاثر بواسطة الولادة ومتازين ولها أثداء الإناث منها لها أثداء ترضع منها صغارها وترعاها وتعتني فيهم يغطي جسمها الشعر أو الصوف أو اللوبر أخذنا بعد مجموعة خامسة اللي هي الطيور وبالطيور قلنا يتميز أن يغطي جسمها يا سلام عليكم يغطي جسمها الريش وتتكاثر بواسطة البيض تبيض وتتنفس بواسطة الرئتين اليوم إن شاء الله بنأخذ اللافقريات بنأخذ جزء اللافقريات نتعرف عليه طيب دي بنقارن بين الزواحف وبين البرمائيات الزواحف عندنا مثل السحلية والبرمائيات عندنا مثل الضفدع وبنسوي دائرتين بهذا الشكل هذه الدائرة تخص الزواحف مثل السحلية وهذه الدائرة تخص الضفدع اللي هي تابعة للبرمائيات الجزء اللي هنا مشترك يعني موجودة في السحلية وموجودة وين في الضفدع الجزء اللي بنكتبه هنا يخص من السحلية والجزء اللي نكتبه هنا يخص من يخص الضفدع طيب فيش تشابهون تزيني تشابهون في أنهم كلهم فقريات السحلية حيوان فقري له عمود فقري والضفدع أيضا حيوان فقري له عمود فقري أيضا كلهم الاثنين يتكاثرهم بواسطة يتكاثرهم بواسطة البيض فالسحلية تبيض في اليابسة والضفدع يبيض في الماء طيب فيش يختلفون يختلفون أنه السحلية يغطي جسمها الحراشف جلد ناشف بينما الضفدع يغطي جسمه الجلد الرطب الجلد الرطب اختلاف ثاني أن السحلية تبيض في اليابسة كلهم يبيضون نعم بس السحلية تبيض في اليابسة والضفدع لا يبيض في الماء يبدأ حياته في الماء هذه بعض الأشياء اللي أخذناها الدروس الماضية درسنا اليوم بيكون في صفحة 56 وبصفحة 57 بنتعرف على الحيوانات اللا فقرية مثل الحشرات ومثل قنديل البحر وبنشوف عندنا أيضا الصور اللي عندنا نفسرها وبنحل التماري مع بعض طيب خلونا نشوف في بداية في صفحة 56 عندنا هذا الحيوان هذا الحيوان نسميه الخنفساء ممتازين والخنفساء من الحشرات من الحشرات طيب هل لعمود فقري؟ يا سلام عليكم ليس له عمود فقري لذلك هو من الحيوانات أو الحشرات من الحيوانات اللا فقرية ليس لها عمود فقري طيب واحد بيقول طيب هذا اللي صلب هذا نسميه غطاء خارجي صلب يحمي جسم الحيوان الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الغطاء ليش؟ عشان يحمي نفسه من الحشرات أو من المخلوقات الأخرى أيضا عشان يحافظ على درجة حرارته فهذا مبعضا ولاه عمود فقري هذا غطاء حاجة صلبة حاط الله سبحانه وتعالى وهبه إياها طيب شي تميز بعد فيه؟ الحشرات الحشرات لها ستة أرجل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن لها ستة أرجل الحشرات بشكل عام لها ستة أرجل وشي بعد الله سبحانه وتعالى أعطاه؟ يا سلام عليكم له قرني استشعار تزين قرون استشعار يحس فيهم ويتدوق فيهم طيب عن طريقها يستطيع معرفة الأشياء من حوله يستشعر للمحيط اللي حوله طيب نشوف هذا وصف عام لجسم الخنفسة خلونا نأخذ بالتفصيل اللي حوطتنا عليهم الآن وشي هذه وش نقصد فيها ممتازين أرجل الخنفسة تساعدها على الحركة وعلى الانتقال من مكان لمكان آخر كم كم رجل عنده ممتازين لها ستة أرجل لها ستة أرجل هذه اللي ملونة باللون الأحمر هذه ستة أرجل الخنفسة كل الحشرات الذبابة النحلة اليعسوب الفراشة لها ستة أرجل طيب أيضا لها قرناه قرناه استشعار قرناه الاستشعار موجود في الخنفسة موجود مثلا في الصرصار عندنا لا وش الفائدة منه الفائدة من قرناه الاستشعار يحس فيهم يعرف وش يحيط فيه يستشعر به طيب أيضا له غطاء صلب الغطاء الصلب ذا يحمي جسم الخنفسة من الحرارة العالية من الحيوانات الأخرى يحافظ على درجة حرارة جسم نفس الحيوان نفس الحشرة هل لعمود فقري هل للخنفسة عمود فقري متزين نقول لا ليس لها عمود فقري إذن لا ليس لها عمود فقري لذلك سميناها من الحيوانات اللافقرية كل الحشرات حيوانات لافقرية ليش لأن ليس لها عمود فقري طيب نقرأ النصوص اللي موجودة عندي هنا حول حول جسم الخنفسة يقول الخنفسة من الحشرات لها ستة أرجل وقرنا استشعار وغطاء خارجي صلب هذا هو طيب إيش بعد قرنان الاستشعار هذا القرنين ماشي ساعدون الحشرة فيه يساعداني الحشرات على الإحساس الإحساس والتذوق والشم إحنا الله سبحانه وتعالى وهبنا اللسان نتذوق وأنف نشم طيب ونحس بالجلد الله سبحانه وتعالى وهب الخنفسة القرنين تحس عن طريقهم تذوق عن طريقهم وتشم عن طريقهم طيب نشوف بعد الغطاء الخارجي هذا وش فائدته وش يستفيد منه الحشرة نقرى النص مع بعض الغطاء الخارجي يوفر للحشرة شو يوفر له الحماية والأمان يحميها من الحشرات الأخرى ويعطيها الأمان كذلك يحافظ على درجة حرارتها طيب الأرجل وش تستفيد الحشرة يقول الحشر الأرجل تساعد الحشرة على المشي وعلى التسلق نلقاها تتسلق الأشجار أو الجدران فهي تساعدها على المشي وأيضا على التسلق هذه النصوص ونلقاها بالكتاب عندنا موجودة هذه هي هذه مكانها طيب تعالوا نشوف أنه هذا الحيوان يسميه حيوان لا فقري لليس له عمود فقري طيب اقرأ الشكل هذا السؤال اقرأ الشكل هذا هو طيب وش يقول السؤال كيف تستفيد الخنفسة من أجزاء جسمها في توفير حاجاتها قلنا الأجنحة لها جنح تساعدها على الطيران طيب أيضا لها قشرة صلبة اللي هو الغطاء الصلب يعطيها الحماية يحميها من الحيوانات الأخرى كذلك يحميها من درجات الحرارة العالية ويحافظ على درجة حرارة جسمها إذن هذه من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى وهبها عشان تقدر تلبي احتياجاتها أيضا لها قرناء الاستشعار قرناء الاستشعار هذا يساعدها على الإحساس وعلى التذوق وعلى الشم يساعدها على الإحساس والتذوق والشم قرناء الاستشعار فهذه الله سبحانه وتعالى وهبها لهذا الخنفسة عشان يقدر يحصل على احتياجه أيضا الله سبحانه وتعالى وهبه ستة أرجل عشان يقدر يمشي ويقدر يتسلق الأشجار إذن كيف يحصل على حاجاته كيف جسمه يساعد على الحصول على حاجاته بهذه الأشياء الأجنحة وعن طريق القشرة الصلبة تحمي جسمه وقرنها الاستشعار يساعد على الإحساس والتذوق والشم والأرجل تساعد على المشي والتسلق نشوف عندنا الحيوان الآخر اللي هنا موجود على طرف الصفحة هذا حيوان يعيش في الماء يعيش في الماء له خلايا وفي النهاية تنتيبه لواسع تلسع فريستها وتتغذى عليها اسمه قنديل البحر طيب شي يقول قنديل البحر من اللا فقريات ليش؟ لأن ما لعمود فقري ما له عظام وليس له غطاء خارجي صلب ما له غطاء خارجي زي الخنفساء ما عنده لأنه يعيشها صنف الماء تلسع الحيوانات ليش؟ الأخرى لكي تبقى في أمان وتحصل على غذائي تتغذى عليها هذا أيضا من الحيوانات اللي تعيش في المياه وليس لها عمود فقري نقول لها حيوان لا فقري نقول لها حيوان لا فقري طيب شو من الحيوانات اللا فقرية أيضا عندنا؟ اليعسوب اليعسوب طيب له غطاء صلب الغطاء الصلب هذا وش فائدته؟ تلسعين يوفر لليعسوب حماية يحميه ويحافظ على درجة حرارة جسمه وله أيضا أجنحة له أيضا أجنحة يستطيع الطيران والانتقال فيها من مكان لمكان آخر وعشان أيضا يهرب من إيش؟ من أعدائي فيقول لليعسوب غطاء صلب خلاص؟ وله أجنحة يطير بها وكذلك يهرب من أعدائه طيب نشوف عندنا هنا نص شو يقول؟ ساعد طفلك أو طفلتك في جمع صور لحيوانات لا فقرية ثم تسميتها والتعرف على أماكن معيشتها نبحث في الانترنت عن حيوانات لا فقرية فمثل عندنا حيوان سرطان البحر من الحيوانات اللي يعيش على الشاطي حيوان لا فقري ليس له عمود فقري أيضا عندنا مثل الجرادة من الحشرات حيوان يطير ويقفز ويتأكل الأعشاب وليس له عمود فقري أيضا عندنا مثل ممتازين الديدان الديدان تعيش بعضها في التربة وبعضها يعيش في أجسام المخلوقات الحية طيب في أجسام المخلوقات الحية ليس لها عمود فقري أيضا من الحيوانات مثل النحلة حشرة ليس لها عمود فقري تنتقل بواسطة الطيران أيضا من الحيوانات الذبابة من الحشرات التي ليس لها عمود فقري عندنا نوع آخر من الديدان واليعسوم بهذه الطريقة نقدر نساعد عيالنا أو نساعد طلابنا في المعرفة كثير من الحيوانات اللا فقرية التي ليس لها عمود فقري طيب نشوف مع بعض الصورة اللي عندي هنا هذا حيوان اسمه جراد البحر من الحيوانات اللي ما لها عمود فقري يعني نقول له حيوان ليس له عمود فقري عنده غطاء صلب عنده هيكل خارجي غطاء صلب يحمي جسم الحيوان ويلسع فريسته أو يلسع دافع عن نفسه فنقول له لاسعات تؤذي أعداءه إما يصطادها ليأكل أو يحمي ويدافع عن نفسه بالكلابات اللي موجودة هنا طيب طيب نشوف بعد الديدان من الحشرات اللي موجودة آسف الديدان من الحيوانات اللا فقرية اللي موجودة في التربة طيب بعضها يعيش في التربة وفي أنواع منها تعيش في أمعاء أو معدة بعض الحيوانات وممكن الإنسان أيضا يصاب منها كيف هذه؟ إن شاء الله نأخذها في المستقبل نأخذها بالتفصيل وبالتوضيح أكثر لكن هذه الديدان في منها في التربة وفي أنواع منها موجودة في أجسام المخلوقات الحية طيب عندنا السؤال هنا اختبر نفسي بناخذه مع بعض شي يقول كيف تبقى الحيوانات اللا فقرية آمنة كيف تحافظ على نفسها وتبقى في أمان متزين نقول لها الله سبحانه وتعالى وهب لها أغطية غطاء صلب مثل اللي شفناه في الخنفساء مثل شفناه في اليعسوب مثل اللي شفناه في جرات البحر غطاء صلب هذا الغطاء يحمي جسم الحيوان طيب يوفر للحماية ويحافظ على درجة الحرارة أيضاً بعض الحيوانات وهب لها الله سبحانه وتعالى أجنحة عشان تقدر تطير وتهرب من أعدائها مثل اليعسوب ومثل النحلة ومثل الذبابة طيب أيضاً بعض الحيوانات اللا فقرية لها لا واسع مثل ما شفناه في قنديل البحر تدافع عن إيش؟ عن نفسها طيب نشوف مع بعض تمرين نحط نوزحهم في هذا الجدول عندي فقريات وعندي لا فقريات وعندي هنا ست مجموعات الطيور الأسماك البرمائيات الحشرات الزواحف الثديات المجموعة اللي تابعة للفقريات لها عمود فقري نحطها هنا والمجموعة اللي ما لها عمود فقري نحطها فيه اللا فقريات طيب نبدأ بالطيور في مجموعة ممتازين الطيور في الفقريات السلام عليكم يلا ناخذ الأسماك الأسماك في مجموعة من الحيوانات الفقرية لأن لها عمود فقري ولها عظام البرمائيات أيضا من الحيوانات الفقرية تزيد لها عمود فقري الحشرات من الحيوانات اللا فقرية ليس لها عمود فقري طيب الزواحف من الحيوانات الفقرية لها عمود فقري لها عظام الثديات مثل الجمل واللبوة والأسد والنمر من الحيوانات الفقرية إذا تعرفنا على الفقريات وعلى اللا فقريات نشوف مع بعض الأسئلة نحلها مع بعض ناخذ السؤال الأول يقول كيف يمكن أن أصنف كل من الأسد والضفدع الأسد من أي مجموعة ممتزين من الفقريات وأيضا الضفدع من الفقريات طيب الأسد من أي مجموعة في الفقريات يا سلام عليكم من الثديات حيوان ثدي من الحيوانات الثدية ليش؟ لأن أنثى الأسد اللي هي اللبوة تلت تتكاثر بالولادة تلت وإذا جاءوا صغار الأشبال يرضعون من أمهم إذن تلت وترضعيش صغارها وبعدين تعتني فيهم وتعلمهم كيف الصيد ويصطادون الحيوانات وياكلون اللحوم الضفدع من أي حيوانات ممتزين من الحيوانات الفقرية لكن نحطه في البرمائية الضفدع من الحيوانات البرمائية وين يبيض؟ يبيض في الماء يبدأ حياته في الماء يبيض في الماء ينتقل بين الماء واليابسة لكن بداية حياته في الماء طيب نأخذ معنا السؤال الثاني نشوف السؤال الثاني ما الذي تحتاج إليه الحيوانات اللي كي تعيش؟ الحيوانات عشان تعيش ميش تحتاج؟ تحتاج لي الغذاء في حيوانات تأكل عشاب في حيوانات تأكل لحوم في حيوانات تأكل الأثنين أيضا تحتاج إلى الماء شرب الماء وأيضا تحتاج لي الهواء للتنفس تحتاج الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون وأيضا تحتاج إلى المأوى اللي هو المسكن طيب هذه احتياجات تحتاجها الحيوانات لكي تعيش نأخذ السؤال الثالث مع بعض شي يقول كيف نصنف الحيوانات؟ هذا درسنا اللي أخذناه كله تعلمنا فيه تصنيف الحيوانات فقلنا الحيوانات نقسمها إلى كم؟ إلى مجموعات ممكن نصنفها حسب أشكالها وممكن نصنفها حسب مكان معيشتها يعني نقول حيوانات كبيرة حيوانات صغيرة وممكن حسب مكان معيشتها نقول حيوانات تعيش في الماء حيوانات تعيش في اليابسة وممكن حسب أحجامها أشكالها وممكن نقول حسب تكون تكون أجسامها فنقول حيوانات فقرية وحيوانات لا فقرية حسب تركيبها الداخلي اللي أخذناه في دروسنا الماضية قسمنا الحيوانات حسب تركيبها الداخلي قلنا في حيوانات لها عمود فقري ولها عظام سميناها حيوانات فقرية في حيوانات ليس لها عمود فقري نقول لها حيوانات لا فقرية باقي عندنا العلوم والمجتمع نحاول في هذا النشاط نجمع لصور حيوانات لا فقرية ونعرف أماكن عيشها وكيف تتكاثر مثل سرطان البحر مثل النحلة مثل الدودة مثل اليعسوب فهذه الحيوانات نحاول نشوف أماكن عيشها وش اللي الله سبحانه وتعالى وهب لها عشان تقدر تتعايش وتعيش في بيئتها وتلبي احتياجاتها أخذنا في دروسنا لهذا اليوم الحيوانات اللا فقرية تعرفنا عليها وعلى مزاياها وعلى ماذا وهبها الله سبحانه وتعالى لكي تستطيع العيش نتوقف هنا احنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله ترجمة نانسي قنقر